السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم شوات حبيب الغاوي كنتم نتكونوا بخير وعلى خير اليوم البنات جيتكم بواحد القلاس منزلي رائع بزاف بحجم عائلي صراحة انا البنات كي يجي واحد القلاس اللي هو ممتاز جدا يعني احسن احسن بكثير من الجاهز هذا ما فيش البيض ما فيش انشاء يعني واحد القلاس اللي هو راقي في المنظر وفي المدق دياله يعني القلاس بكل معنى الكلمة كريمي صراحة كي يجي واعر البنات غي يجربوه على ضمانتي واقتصادي جدا يعني تقدروا انكم تلتشر درهم غادي تحضرو هاد القلاس هدا اللي غادي تشوفوا معي وممكنكم توضعوه كيف مماذرت يعني بحجم عائلي طبقات او اللي يعني تعزلوا كل طبقة بوحدها لكم الاختيار يعني في تقديم الوصفة ديالكم انا هنا يذرتو يعني بطريقة جيد بسيطة جدا لكل سيدة يعني انها تحضرها حتى لمعداش المعلقة باش تدير القلاس ديبول ديال القلاس را غادي تحضر بها الطريقة هادي وتقطعوه يعني بحال كيك صراحة كي يجي واعر البنات المهم بسم الله غادي اندوزو باش نحضروا الوصفة ديالنا الاقتصادية ورائعة وفتدوركم حتى انتو ما ما تبخلش علينا باعجاب وشي تعليق يعني مشجع للفيديو بسم الله البنات هنا غادي تشوفوا معايا درت كأس ديال الحليب ونصف كأس ديال الكريم شونطي اللي هي فقط خمسة درهم ديال الكريمة يعني خمسين جرام ديال الكريمة خديد ديال العبار يعني اللي كتبا عندلي كيبيعوا لوازم الحلويات كيبيعوها يعني قدم ما بغيتي يعني خمسين جرام بخمسة دراهم درت معا وما ربعا اللي معا القضية السكر غلاسي معا كاز ديال الحليب ضرورة البنات للحليب يكون في الكونجيلاتور يعني ماشي غادي قصح المهم انه يكون بارد مزيان والكريمة حتى هي درتها في الكونجيلاتور يعني باش كتبريد لي وضغية كيطلع لي هاد الكريمة ديالي يعني غادي نستمر حتى كنطلع هي رابدات كتطلع يعني ضغية ضغية ما كتاخدش منه وقت طويل وهالطريقة اللي بنات باش تحضري الوليداتك القلاس يعني ما تحتاجيش انك يتشيريه كل مرة آآ وصراحة كيجي واحد القلاس اللي هو آآ اللي كنشيريه بالتامني هو شي شوية طالع يعني كيكون عندك في المنزل ديالك اقل تكلفة صافينا الكريمة ديالي رابداتك اطلع غادي نستمر حتى كنطلع عم زيانة البنات ما تخافوش من هاد الكريمة هذا آآ شونتي عكس الكريمة ديالي الطارية اللي كتكون سائلة كتكون شي شوية إلا فوتنا فيها آآ يعني التطريب فا آآ يعني كتفسد لنا كتولي كلها كتعزز بدومة آآ هادي اللي العكس قد ما تربطو فيها كتطلع وكتزيد كتعطيكم آآ الكيمية مضاعفة هنا يضفتها لبنات الجوج ديال آآ الياغورت هذا الياغورت يعني اختياري ضروري تديروا الياغورت لكيكون آآ عاقد إلا بغيتوا تديروا الياغورت تديروا هذا اللي كيكون العاقد باش يعني كيزيد كيعطيكم واحد الملمس لهاد الكريمة هدي او هاد القلاس هدا يعني وحتنتوا موقع توضعو في التبصيل باش تكروا يعني ما كيدوبش ليكم ضغية كيكون القلاس شاد فراسو لانهو مخدوم الكريمة غادي نضيف عليهم واحد الكيس ديال سوكا الفاني هني كنخلي حتى الاخير باش كنضيفو باش كتبان لي فيه النسمة ديال فاني هني البنات في هاد المرحلة غادي ناخد آآ الكريمة ديالي غادي نقسمها الثلاثة ديال اجزاء باش غادي نكها صافي هنا القياس ديال آآ ثلاثة يكونوا متساويين آآ بالنسبة لها الطريقة اللي غادي نقدمو بيها وانتو ما يعني لكم الاختيارة اللي بنات اللي بغت انها تخلي كيف ما هو او لضيف غير انك هاوحدة يعني آآ فقط شاركت معاكم الوصفة هنا يدرت واحد المعلقة ديالي كاكاو النوعية الجيدة ومكانكم تعملوا الصاشي ديال كاكاو آآ ودرت واحد الياغورت صغير ديال درهم ديال الشوكولات غادي نخلط لكل جيدا بالنسبة لهاد القلاصة اللي بنات فهو ممتاز جدا يعني مكونات بسيطة إلا حسبنا المكونات فما كان القوش حتى 13 درهم كاملة هنا يلبنت غادي نشوف واش يعني فيه الحلاوة او اللي ناقص فجاني شوية ناقص في الحلاوة على حساب الكاكاو مر ضفتلي واحد المعلقة ديال السكر غلاسي عمراء يعني معلقة كبيرة هنا يهدا غادي ناخده وغادي نطربه مزيان حتى وضفتلي واحد المعلقة ديال السكر واحد الكيس ديال فاني باش كي يزيد كي يجينا فيه ذاك المدق ديال فاني وغادي نخلطو نوضعو جانيبان وهذا اللي فيه النكهة ديال الفارغلا او للفريز كي يطيل لونه حتى النكهة اللي ممتوفرش عندها هاد النكهة اللي بنات موكي انها يعني تستبدلها بدك الفلون ديال الفريز حتى هو كي يجي مزيان صافي غادي نطرب الكل مزيان هنا بعد ما تحصلت على هاد ثلاثة ديال النكهات يعني ديال الشوكولات وديال الفريز وديال فاني يعني لكم الاختيار انكم حتى تزيدوا يعني البيستاش ولا البرتقال ولا اي نكهة بغيتوها هنا اخذيت هاد الاناء هذا ستعملوا اي اناء عندكم الى بغيتوه انكم يجي يجي طالع يعني كتديروا في شي زلافة تكون كبيرة وتكون يعني عالية ومجموعة باش يجي ديالب هاد الادات هدي باش كيي يجي نقات السطح ديالب كل كأن دربو سوية هديك الاناء باش ما except نضيف الكريمة البيضة نضيف الشوكولات نضيف الكريمة نضيف الكريمة نشارك معكم هذا المبالج لا يوجد إشارة لكن الكريمة يوجد لون خاصة في الكيك وحلويات ممتاز لنقضي هذا المبالج ممتاز ممتاز وحلويات ممتاز نضيف الكريمة ونقضي هذا المنز سوف تخذ الوقت لا يوجد العديد لا يوجد مشكل وحتى نقدو ليه الوجه ديالو وغادينا الطيب سلوفان وندخلو تلاجة حتى كي يجمد تماما تقريبا كي يخد لينا حتى الستة ديال سويا باش كي يشد فرصة يعني على حسب تلاجة ديالكم وعلى حسب يعني الجو صافينا بعد ما غادي يجمد لي انا اخذيت الشوكولاتة لبنات اخذيت فقط الشوكولاتة النوعية العادية اللي كتكون ديال 4 ريال مربعات ضفت عليها شوية ديال كاوكاو اللي حمرته وهرمشته به هات الشكل هدا بالنسبة الشوكولاتة لبنات هنا يلي الامانة ضفت عليه واحد المعلقة ديال الماء مع جوج ديال الزيت باش كنتحصل على واحد الشوكولاتة لي كيكون معلك ما يجينيش قاصح وكيتهرس لي وانا كنقطع القلاس صراحة كيجي واحد طبقة معلكة ديال الشوكولاتة ما كدوش وإنما كدبقى بحل صوص لي هي معلكة وشد فرصها يعني بحل توفي ديال كراميل صافة البنات هنا غادي نستمر حتى غادي نقطي القلاس ديالي كامل نايا البناتي اللي بغيتوا انه يجيكم قبب مزيان ديرو فشيئينة ليكون دائري ويكون يعني الحجم ديالو طالع شوية باش تحصلوا على واحد القلاس لي كيكون طالع يعني بحل زلافة اللي كان قلبوها صافة هنا يا بعد ما دخلته المرة الثانية واحد الساعة ديال المجمد كان قطعوه يعني هاد القلاس هادا البنات را ما بيتش في تلاجة يعني خذلي فقط ربعا ديال السواع بهاد طريقة اللي كتشوفوا معايا ولكن لا باتت في تلاجة ويعني كيبقى شاد فرصه مزيان وكيجي تقريبا يعني ملي كان قطعوه ما كيتفرتتش لينا صافة البنات كيكون هذا والشكل ديالو كيكون واحد القلاس لي وراء يا رائع بزافة البنات كانت منانكم تجربوه وتشاركو الوصفة مع الاصدقاء والاحباب وما تبخلش علينا بدعم القناة باش تزيد تكبر وحتى يعني الفائدة كتزيد تعم شكرا بزافة البنات على المتابعة وإلى فيديو آخر إن شاء الله وجمجيمو جمجيمو ولا تخميمو ما تبخلش علينا بالإعجاب باش يطلع علينا الفيديو وشكرا بزاف إلى اللقاء إلى فيديو آخر